السلام عليكم كبيدات كديرين نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة دائما وهي الاهم فالوصفة اليوم كما كان وعدكم دائما بوصفات سهلة وفي متناول الجامع وكانت توجد بسرعة هكا تحضرهم الكوتة الوليداتكم ولدرهم لانش بوكس فانا احضرت لكم واحد الميني تيك اللي كي يجي رائع ب واحدة بشكلات والاغم الثانية بالمضاق للبرتوقال اللي كي يزوينا بزاف وكي يجيو مضاقا وشكلا فمنطوش عليكم بدأوا على بركة الله المقادير وطريقة تحضر سنبدأ بجوج بيضات بحرارة المطبخ قبيصة الملحة ضروري وخمارة حمراء هنا قشور البرتوقال كاس مع مرتجة سكر ساندة كاس الاربع كاس البرتوقال كاس الاربع زيت المائدة وهنا جوش كيسان بقياس العنبة ضروري كاس البرتوقال اللي كي يعطيها واحد المادق لها كاس البرتوقال ملحة كاس البرتوقال وكاس البرتوقال ثقة كاس البرتوقال كاس البرتوقال سكنة سكرسانيدا نضيف القشور ليمون نضيف القشور ليمون شوية لا نضيفو لبيتهم نضيفو للمرورة ونضيفو لتعبير أو لديكم الطراب لننجح معكم حتى تحديد الطراب بلا تحتاجوا الطراب الكهربائي نضيفو جيدا وندمج للعناصر الزيت وعصر الليمون نضيف دقيق تدريجيا نضيف دقيق تدريجيا نضيف دقيق تدريجيا نضيف دقيق تدريجيا ف بالنسبة على الخليط تدريجيا خفيف دائما خليط نضيف دقيق تدريجيا ثم نستغربيعها نريد مجردها نخلط نحن نسخة بسرعة نحن نقوم بسرعة نحن نضيفها 5 دقائق لكن ينبقى سخن مزيان لا يحتاجون بسرعة الوقت يمكنك تساعد بهم لولداتك قبل 1 ساعة الاربا يتوجدهم لانه لا يحتاجون الوقت بزاف هنا اختيت هذا المول الصغار الميني كاك يتباعوا عند المحلات يبيعون لأواني دينهم بالزيت ولكن ضروري دينهم بالزيت و أنا وخاة دهنتهم بالزيت قلت كان ضروري تنديلهم بعض الحديث لان مناعرفتش تقدري السقول اللهم انتحية تشك نهائيا و هنا نبدأ نصب الخالد لمن المضيح اليمون سأتجمع علقات لان يقوم بعمره لان يكون يزيد و أفخر كيف تشاهده نبدأ نخذ الخالط و نأخذ مع القاعة و نبدأ نعمره وحيدة وحيدة الطريقة سهلة جدا و مبساطة المبتدئات يستطيعون ينشحوا معكم من اول تجربة فهنا كيف ما كتشاهده انا كنصب الخالد وهنا قبل راني درت الفرن يسخن على درج حرارة مية وثمانية بنسبة الناس اللي عندها الفران ديالته وفراند البوتاكت خلي يسخن واحد شوية هانتو ما كيف ماشته رهم مازال يسخن كنحاول نحيدهم باش ندير الاخرين حي ترى مازالة الكيمية هنا درتغي عشرة ديالوحيدات نحيدهم ونحاول ندير الكيمية المتبقية هانتو ما كيف ما كتشاهدو رح كي وجدو بسرعة هاني كنقلبهم مراهو مسخاني مقدش نقلبهم ولكن خسنين زرب راكم عارفين اللي وليدات ضروري ما خسكي تدي بيس شي حاجة اللي ضغيه سهلة وتكون اللي ديدات خفيفين باش ضغيه تزرب عليهم فهنا كيف ما كتشاهدو كنحيدهم وغادي نعاود نكمل الكيمية شوف كيف كي يجيو كي يجيو هاشاش وزوينين بزاف صارحة 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 تجربو مالله ما تندمو عليهم كي يجيو رائعين فهنا يا علامة الاخرين غدي نوجد لغوم ديال العصير ديال ليمون هادو اللي دسيين قطعتهم طريفات كيف ما كتشاهدو وغادي نحتاجو نشا جوج مع الكبر ديال النشا وهنا جوج مع الكبر تسكر سانيدة فهاد الكريمة كتشي رائعة وكتشي بسرعة كناخدو واحد الكاسرون كندروه فيه الليمون دروري كنعصروه وكنصفاوح بش هكا كي يكون لدي الكريمة كجينة مزيانة وهنا كنخلط الليمون مع سكر سانيدة مع جوج مع الكبر ديال النشا كنخلطهم مزيان وحدا نديرهم فوق البوطة نخليو ماي شوية على متعقاد الكريمة باش نفرغها في تلك الكيك اللي خرجنا من الفرن فبنسبة الكريمة انا بقيت خايدة في التصوير وخليتها عقدات بزاف فانتو ما ما تخليوهاش عقد بزاف غي شوية وطفاو عليها رأي انفوك اترجع لي هذيك السخونية كتكون وجدات معاكم فانا بحال يبدت كاتتقال هنا ماشي مشكيل هكا كيك جاي زوينة فهنا يبديت كنعمر ليمول وهادو كل الكيك اللي عدت خلدابة غادي نخليوهم باش نديلهم غي شكلات لانا ولدي كيحمق عليهم بشكلات فانا بغيت ندير هذي ميني كيك على وديت ولدي قتلني كل نهار كنا نخلوه دلي قالت راكم عارفين دبع مع الندراسة فهكا احسن انك تسوبيش حاجة في الدار فبلا ما نذكر اسم ديال الكيك اللي كيتبع بهذا الشكل احسن اني ما نذكر اسميزو ولكن واللي كيحمق عليه فالكي تعمت اني نصوب حالهم في الدار وشي حاجة اللي كتتاكليها وانتي عارفة ولديتك شنو غي ياكل وشي حاجة اللي مني يديك فهنايا كنبدا بدى بدزين كيفما كتشاهدو كناخد طرنج ديال ليمون كنقطعها كطريفة صغيرة ورين كنبدا بدزين فقط بالنسبة لكم تديرو اي حاجة بغيتو بالنسبة لدزين فهنا يخطي طريفة الليمون واخديت شوية ديال نعنا هكا الدزين فقط كيبقى اختياري وكل واحدة كيفش بغيت زين اللي مني كيك ديال هولا اللي تغطلت فهنا كيفما كتشاهدو انا زينتهم ودا بغا ديندوزو الكيميه المتبقي اللي عالطبكي هنا غد نزينهم بالشوكولاتة اللي كيجيوا رائعين والوليدات كيحماقوا على الشكلات فهكا كيبغوهم كتر وهنا يكنديرو الادواق اللي بغاهم بالليمون كياخدهم اللي بغاهم بالشوكولاتة كيجيوا رائعين وصفة سهلة جدا ومبساطة للمبتديات وهكا تديرهم اللنش بوكس لوليداتك اه وصفة اللي زوينا بزاف كنتمنى تجربوا هالطريقة وتعجبكم وما تبخلوش عليها بلايك ولي كومنتر زوينين ديالكم اللي كيش يجعوني انا نزيد نصور ونعتكتر وشكرا لكم بزاف وهذا هو الشكل النهائي ديال الميني كاك وكنتمنى الوصفة تعجبكم ونكون عند حسن ضنكم وشكرا لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله ووصفة جديدة باذن الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة